هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية وذلك في تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جلالته عبر في تغريدته عن اعتزازه بجهود أبنائه وبناته الطلبة ودورهم الدؤوب في نهضة الوطن متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة كما هنأت جلالة الملك رانيال عبدالله طلبة الثانوية العامة الناجحين في الدورة الصيفية وذويهم داعية بالتوفيق لمن لم يحالفه النجاح بدوره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز شارك في تهنئة الطلبة الناجحين ومباركة إنجازهم مؤكدا أن الفرصة قادمة لمن لم ينجحوا في هذه الدورة وكانت النسبة العامة للنجاح في الدورة الصيفية لامتحان الثانوية العامة للمسارين الأكاديمي والمهني لهذا العام بلغت 43.18% وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه نتائج الامتحان صباح اليوم تفاصيل نتائج التوجيه في هذا التقرير هكذا احتفل الطلاب الناجحون في شهادة دراسة الثانوية العامة للدورة الصيفية من هذا العام في العاصمة عمان وبحسب وزير التربية والتعليم فإن نسبة النجاح العامة لهذه الدورة بلغت 43.18% الفرع العلمي كان له الحصة الأكبر بنسب النجاح حيث بلغت 73.18% والفرع الأدبي احتل المركز الثاني بنسبة 59.16% ومن ثم الفندقي والزراعي والشرعي والصناعي وأخيرا الاقتصاد المنزلي بنسبة مئوية بلغت 15.15% أما أبناء الطلبة فأقول لهم مبارك لنا ولكم وبلغت نسبة النجاح في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي للطلب النظاميين 66.1% وفي الدراسة الخاصة 42.4% أما بالنسبة للمسار الشامل المهني فقد بلغت نسبة النجاح فيه للطلب النظاميين 32.4% وطلبت الدراسة الخاصة 48.8% المسار الثانوي الشامل الأكاديمي بلغ عدد المتقدمين في هذا المسار 61.286 نجح منهم 40.516 طالب بنسبة مئوية عامة بلغت 66.1% المسار الثانوي الشامل المهني بلغ عدد المتقدمين في هذا المسار 6.863 طالب نجح منهم 221 بنسبة مئوية بلغت 32.4% وكانت وزارة التربية والتعليم استخدمت مجموعة المعدلة النهائي بالأرقام بدلا من النسبة المئوية لأول مرة وسيعقد الامتحان لمرة واحدة فقط بدءا من العام الدراسي المقبل وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى البدء بحوسبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لبعض المباحث إلى أن تصل إلى حوسبة كافة المباحث مع نهاية عام 2022 الأولى على المملكة في الفرع العلمي هي الطالبة باتول الصبح من محافظة إربد رؤية التقتها وسجلت مشاعرها في هذا التقرير زغرودة من إربد رسمت لوحة النجاح والتفوق لتضع باتول في المركز الأول على المملكة بين طلبة الدورة الصيفية للثانوية العامة الحمد لله رب العالمين مرت مرحلة الثانوية العامة بكل جد واجتهاد ومثابرة وكانت تحتاج هذه المرحلة إلى صبر وجلد على العلم وعلى المثابرة ومتابعة الدروس مع المعلمات الحمد لله رب العالمين قدرنا نحقق هذا النجاح الباهر فرحنا الأهل والأصدقاء والحمد لله بعد مشوار طويل تخلى له الكثير من المثابرة والصبر تشرح باتول خطتها لتحقيق أهدافها كنت أدرس يعني هذه بعد ما أروح من المدرسة أبلش دراستي كنت أحط أهداف لكل يوم كنت أسعى إلى تحقيقها بغض النظر عن عدد الساعات إنه خلاص حققت أهداف هذا اليوم كفي ما في داعي أضغط حالي أكثر ممكن لأنه ضغط زيادة يولد نتيجة عكسية يعني سلبية على الإنسان ممكن يرهقه فلذلك ما كنت أضغط حالي كنت أستغل ساعات الفجر الباكرة في الدراسة والحفظ الأهل والأحبة احتفوا بإنجازها مؤكدين أن التميز عنوان اختارته منذ صغرها هذا النجاح هو حصيل السنوات السابقة طبعا باتول من الروضة وهي مجتهدة ومجدة وكانت تدرس وكانت تحب التميز ودائما كانت تجيب أعلى المعدلات باتول كان لما يضيع عليها علامة كانت اليوم هذاك ما تنامش فكانت هي تتميز وحتى في التوجيه كانت تجيب معدل أكثر من هيك من تسعة وتسعين وأربعة بالعشرة لكن الحمد لله هي قبلة هذا المعدل نتيجة إنها كانت الأولى على المملكة لو ما كانت الأولى على المملكة ما بتقبله هذه الطالبة تستقبل الآن ورود المهنئين وتنظر إلى المستقبل بعين الثقة والأمل بإنجاز جديد ومن محافظة الكرك برزت الطالبة نبأ الصرايرة لتحتل المرتبة الأولى على محافظة الكرك والثالثة في الترتيب العام على مستوى المملكة وكان لرؤية هذا اللقاء معها نبأ الفرح بالنجاح والأمل بالمستقبل احتلت صدارته في محافظة الكرك الطالبة نبأ الصرايرة لتحجز مكانها في طليعة المتفوقين حصلت على معدل 98-19 بالفرع العلمي وبتمنى تكون قصتي ارتقت لقصة نجاح حقيقية إن شاء الله طبعا ما كنت متوقع أني أكون من العشر أوائل على المملكة تفاجأت بلقاء الوزير هو بيحكي اسمي صراحة كانت لحظة الفرح فيها ما بقدر أوصفه بأي كلمات الحمد لله رب العالمين نبأ الصرايرة تشكر الداعمين الذين وقفوا وراء نجاحها موجهة رسالة لأقرانها على مقاعد الدراسة أكيد الدعم الأول والحقيقة بالنسبة لي كان عائلتي يعني الله يعطيهم ألف عافي وتعبوا وسهروا معي ما بخلوا عليه بأي شيء والله يقدرني أضر رفع راسهم دايما النصيحة اللي بحب أقدمها لزميلاتي على مقاعد الدراسة إنه يخلوا ثقتهم بالله سبحانه وتعالى ويدرسوا ويحاولوا هيك يعني يحطوا هدفهم بين عيونهم ويبدلوا كل جهدهم عشان يقدروا يحققوا والدانباء أعربا عن اعتزازهما بإنجازها الكبير متمنين أن تحقق طموحاتها أبارك لها نجاحها وتفوقها وأتمنى لها أن تحقق أمنياتها في حصولها على مقعد الطب في جامعة موتة لأنها كانت أمنيتها في الحصول على هذه الأمنية الحمد لله أنا طلعت من معدلها كثير كويس 98-10 فالحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى وثم لجهودها الله يخليها ويبارك فيها معدلها طموحة الأول هي صغيرة إنها تدرس طب وتدرس جامعة موتة أو الجامعة الأردنية بمعنى فالحمد لله يعني لبها طبوحة حصلت على مرادها بمعنى بالتعبي والسهر ودعاء المحبين قطفت نبأ ثمر ما قدمت طوال العام متطلعة إلى المزيد من أنباء الإنجاز والتفوق في قادم الأيام محمد كفاوين رؤيا مظاهر الاحتفال بنتائج الثانوية العامة عمت محافظات المملكة كافة غير أن بعض تلك المظاهر شابتها مخالفات فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبضة على 22 شخصا قاموا بإطلاق الأعيرة النارية في مختلف مناطق المملكة وضبطت بحوزتهم 21 سلاحا ناريا كما ضبطت إدارة السير 2564 مخالفة مسير بمواكب أعاقة حركة السير وتأتي تلك المخالفات في إطار حملة أمنية ومرورية مشددة نفذتها الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات المملكة بدءا من صباح اليوم لمراقبة ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية والمسير بمواكب تعيق حركة السير وذلك وفقا لما ذكره الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام وفي عمان أصيب شخص بعيار ناري طائش حيث تم نقله إلى المستشفى ومباشرة التحقيق لضبط مطلق النار إذا سنحت لك الصدفة أو التوقيت فستشاهد بأم عينيك كيف ينام المشردون في عمان وعلى مرءا من المرة وعابر السبيل رؤية رصدت عددا من المشردين في وضع مأساوي لا تغرنك هذه المناظر ولا البنايات ولا هذه الشوارع فهناك في أركانها أشخاص يعيشون حياة بائسة ومشردة حياة لا تليق بحيوان فما بلك ببني البشر فهل يمكن أن تصدق أن ترى هذا المشهد في العاصمة الأغلى عربيا؟ هذه السيدة تتخذ منها ذر ركن ملجأا لها ومسكنا في أحد مناطق العاصمة عمان أثناء توجهنا لأحد الفعاليات في عمان استوقفنا هذا المشهد المؤلم لشخص يقوم بما ترونه بشكل واضح يأكل من النفايات مررنا بشارع آخر في أحد مناطق عمان الغربية لنجد هذا الشخص الذي يطلق على نفسه اسم فارس يتصفح هاتف أحد الأشخاص الذي قال إنه يمر من هنا ويعطيه بعض الطعام وهاتفه ليتسلى به قليلا قبل أن يعود إلى حياته مشاهد مؤلمة قاسية باردة غريبة على مدينة كعمان التي يتغنى ساكنها بأنها ملاذ الدفء والعطف نضع هذه المشاهد أمامكم لعل وعسى أن تختفي بعلاج وليس بتخطيتها بقشة تزول مع الأيام ارتقى أحد المسعفين شهيدا وأصيب عشرات المتظاهرين السلميين برصاص الاحتلال وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار التي جرت في مخيمات العودة شرق قطاع غزة فقد استهدفت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة التي دعت إليها الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار ليبلغ إجمالي عدد شهداء مسيرات العودة منذ الثلاثين من آذار الماضي مائة وثمانية وخمسين شهيدا ونحو سبعة عشر ألف جريح ويأتي ذلك في ظل اتفاق تهديئة بدأ سريانه في ساعة متأخرة من مساء أمس بين الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة بوساطة مصرية وذلك عقب العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع وأسفر عن سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات في الوقت الذي يواصل فيه موظف الأونر والفلسطينيون المفصولون قصرا اعتصامهم أمام مقر الوكالة في غزة تتواصل فعاليات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أمام مقرات الأونروا للمطالبة بإعادة الموظفين إلى عملهم في الوكالة تمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأزمة مالية تهدد وجودها ويعتبرها الفلسطينيون مخططا أمريكيا احتلاليا يهدف لتصفية الوكالة الأممية ما يمثل شطبا لحق العودة الذي يمثل جوهر القضية الفلسطينية أبرز ما يؤكد نية الإدارة الأمريكية مواصلة جهودها نحو شطب قضية اللاجئين هو النقاش الدائر في الكونغرس لاستصدار قرار يحدد عدد اللاجئين الفلسطينيين أربعين ألفا هم من عاشوا جريمة التهجير القصري بحقهم وهو ما سينفي صفة اللاجئ عن أبنائهم وأحفادهم الذين ولدوا بعد النكبة ويشكل عددهم في مختلف دول الشتات ما يقارب ستة مليون فلسطيني هذه الخطوة يعتبرها الفلسطينيون الخطوة الثانية في طريق إلغاء حق العودة بعد خطوة وقف المساهمات المالية التي كانت تقدمها واشنطن للأونروا هذا مؤامرة خطيرة جدا استكمال الخطوة الأولى حين أوقفوا التمويل عن وكالة غوث اللاجئين المستهدف وكالة الغوث لأنها تشكل المسؤولية المجتمع الدولي عن اللاجئين الفعاليات الفلسطينية منتظمة ومتواصلة في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدسة العاصمة مطالبها واضحة دعوة الأونروا لمواصلة الوفاء بالخدمات المنوطة بدورها كمساهم في دعم حياة اللاجئين حتى عودتهم هناك مؤامرة خطيرة تتعرض لها القضية الفلسطينية في محاولة لتصفيتها من قبل إسرائيل وإدارة صفقة القرن هذه المحاولة تتمركز الآن على محاولة تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين أولا بالإدعاء أن عدد اللاجئين هو فقط 40 ألف وإهمال حق أكثر من 6 ملايين لاجئ وثانيا بمحاولة تصفية وكالة الغوث الدولية مسؤولون في الحكومة الفلسطينية اعتبروا ما تعانيه الوكالة الأممية مسألة سياسية بحتة وأن كل خطوة جديدة تتخذ فيما يتعلق بتقليص الخدمات وفصل الموظفين وإغلاق المراكز الصحية وكل ما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين تتم وفق إملاءات من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والإدارة الأمريكية نحو تعبيد الطريق لتمريل ما يسمى بصفقة القرن تتواصل الفعاليات الفلسطينية على مختلف أشكالها في وجه التقليصات المالية التي تحاول من خلالها الإدارة الأمريكية شط حق العودة من خلال وقف عمل وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين من مدينة رمالة المحتلة حافظ أبو صدرة رؤيا حرب ضروص يخوضها الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة مع الاحتلال بأزرعه المخابرتية التي تسعى إلى استنزافهم عبر ملاحقتهم وإدانتهم في تفاصيل حياتهم اليومية التقرير التالي والتفاصيل لأنك موضع اشتباه دائم بالنسبة للمحتل وقد تعتقل على أبسط الأسباب عليك أن تستعد لخوض مراحل من التحقيقات التي تحيك لك مكائد لتوقعك في مصيادة تثبيت تهمة قد تحكمك سنوات في الأسر لابد أن تكون على درجة عالية من الوعي فمن حق المعتقل أن يطلب استشارة قانونية قبل التعاطي مع أسئلة المحقق وأن يجيب بحنكة أثناء التحقيق فهو يتعامل مع شخصا ذكي دارسا لعلم النفس إن فشل بأسلوب التهديد سيحاول بخطة الترغيب يتأكدوا أن هذا الاحتلال ضعيف وواهي والمعلومات اللي عنده قليلة جدا وهو بيحاول من خلال التحقيق والاستفزاز أنه ياخد منك أي معلومة جديدة عشان يمسكها كخطة جديدة للتحقيق فإنه يجيب لك إفادات من ناس تانيين وممكن يكون هدول الناس أقرب الناس إليك أقارب من الدرجة الأولى واللي إحنا لازم نفهمه كتير منيح إنه إفادة أي قريب من الدرجة الأولى لا تدين في المحكمة ولكنها بتفيد إنها تضغط عليك فترة التحقيق إنتي بعد فترة من التحقيقات بتبدي يصير عندك نوع من الملل والزهق وبدك تفضفدي وتحكي فبتلاقي ناس ممكن يكونوا زيك وبتحكي معهم ممكن يكون في تسجيل ممكن يكون في كاميرات ممكن يكون في أجهزة بيوصل لمرحلة العصفير هم من بيعرفوا توجه كل شخص وبالتالي هم يبعطون له شخص من نفس انتماؤه هذا الشخص قد يكون عميل أو أصفور من المخابرات اللي يتم وضعه مدرسة في تجربة الأسر فبعد 22 مرة من اعتقالها أصبحت هانادي حلوان على دراية في كيفية التعامل مع عقلية المحتل خاصة وأنها قدت ساعات طويلة في غرف التحقيق ولم ينجح الاحتلال ومن خلال توجيهه تهديدات مباشرة لهانادي لم يفلح برد عيها عم تقوم به في الدفاع عن مدينتها المقدسة والمسجد الأقصى المبارك أحد المحاقين في أحد المرات بيحكي لي أنه حرمناك من السفر خير الجبلات حرمناك من الضفة الغربية حرمناك من المسجد الأقصى من البلدة الأديمة من العلاج إليك لأولادك شو بعد إشي ممكن نحرمك منه قلت له رحمة ربنا تقدرش تحرمني منها هم بيحاول يضغطوا على الزوج حاول يضغطوا على زوجي كتير تعرض زوجي لتحقيقات كتير بسببه تعرض أولادي لتحقيقات حتى حكا له آخر مرة أنه دير بالك على زوجتك من الرصاصة ممكن تيجي لها يعني في هذا النقطة بالذات تهديد لزوجي أنه ممكن تتعرض زوجتك للغتيال إذا ما هديتش إذن هي رسالة يجب أن يتيقن لها كل مقدسي خاصة وأن سلطات الاحتلال تعمد على ترهيبه بالاعتقال أو النفي لرأي يمكن أن يبديه أن يأخذ العبرة من تلك المرابطة فبعد 22 مرة اعتقال لم تستطع دولة الاحتلال بعظمة أجهزتها أن تثبت عليها تهمة كونها تدافع عن الحق بكلمة حق من القدس المحتلة زين صندوق رؤيا مقتل عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال في هجوم بمحافظة صعبة شمال اليمن أثار دعوات دولية لإجراء تحقيق وسريع ومستقل لتحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم وسط تنديد واسع لأي أعمال تستهدف المدنيين والأطفال خاصة لم تكتفي الحرب بتدمير ملامح الحاضر بل ذهبت لتختال المستقبل حرب لا ترى من الأطفال سوى وقود للأزمة مئات بل آلاف الأطفال قتلوا من بداية الحرب التي تعيشها اليمن كان آخرها مقتل تسعة وعشرين طفلا على الأقل وإصابة ثمانية وأربعين شخصا في قصف استهدف الخميس حافلة تقل أطفالا في أحد أسواق محافظة صعدة في شمال اليمن وفقا للصليب الأحمر هذه المرة عشرات الأطفال أشلاؤهم متناثرة في أحد أسواق المدينة بعد أن باغت أحلامهم قصف أثناء ركوبهم داخل حافلة كانت تقلهم قبل أن تتحول لكومة من الخراب في المستشفى الجمهوري الذي استقبل الجرحى قال أحد كوادره الدم قليل جدا والضربات شديدة جدا في الدماغ والحوض طبعا عندنا البنك التم يعني التم قليل جدا في نفس الوقت والحمد لله الله يوفقنا يعني ضربات شديدة جدا عن ذلك لا الدماغ في الحوض التحالف أقر بأنه شن غارة جوية أصابت حافلة لكنه أكد أنها لم تكن تقل أطفالا بل مقاتلين من الحوثيين بحسب ما قال المتحدث باسمه تركي المالكي صرخات هذا الرجل المكلوم على طفله كأنه استنهض الشاعر اليمني عبدالله البردوني ليقول جرحت مجتمع الأسى وخنقت في فمه أنينة ووسط صيحات الأطفال بانتظار معرفة الجهة التي تقف خلف الاستهداف خرجت دعوات أممية وأمريكية تطالب بفتح تحقيق مستقل وسريع حول تقارير تفيد بحدوث هجوم أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال أبرز مشهده العالم من أحداث نرصده في جولتنا السريعة حول العالم وفيها الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوياتها التاريخية ووالداء سيدة أمريكا الأولى يحصلان على الجنسية الأمريكية بموجب برنامج يعارضه الرئيس ترامب أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق فوز تحالف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والشيوعيين في الانتخابات التشريعية بعد الانتهاء من إعادة الفرز اليدوي للأصوات التي قررتها المحكمة العليا في حزيران بسبب الاشتباه في حصول عمليات تزوير أعلن الحزب الحاكم في السودان أن الرئيس عمر البشير هو مرشحه إلى الرئيسة في انتخابات عام 2020 لولاية ثالثة تراجعت الليرة التركية الجمعة بأكثر من 6% مقابل الدولار على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن وسط مخاوف من احتمال انعكاس ذلك على المصارف الأوروبية العاملة في تركيا قتل 17 جنديا نيجيريا على الأقل في هجوم جديد شنته جماعة بوكو حرام على قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد هو الثالث خلال شهر حذرت نوسيا من أنه في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها وفرضت عقوبات اقتصادية أقوى عليها فإنها ستعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب اقتصادية وسترد عليها بكل الوسائل المتاحة يحتل العنب المرتبة الثانية بعد الزيتون في الأردن من حيث المحصول استقدر المساحة المزروعة بمائة وخمسين ألف دنوم منها خمسة ألاف دنوم في محافظة جرش وحدها بإنتاج سنوي يقدر بألف ومائتين وستين طن بهدف تقديم منتجاتهم وفتح أسواق جديدة والإسام في تحريك عجلة التنمية أقامت بلدية جرشو بالتعاون مع مديرية الزراعة المهرجان الأول للعنب عندنا عنب وعندنا منتجات كذلك تخلي التفاح ودبس الرمان ومنتجاتنا والزيت والزعتر والسماك والبطم والقريش والقلية يعني منتجات ريفية قديمة يعني منزلية المهرجان بعرف المستهركين والمواطنين بأنواع العنب وكذلك يعني بحاول أنه يحل المشاكل المزارعين ويساعد أيضا في تسويق العنب وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات أشاد بجهود المزارعين مشددا على دعم الوزارة لهم في مجال الخدمات الإرشادية والفنية مثمنا كافة الجهود التي شاركت في إقامة مهرجان العنب الأول في مدينة جرش سيما البلدية وكوادر مديرية الزراعة مهرجان العنب ومعرض الحرف الريفية سيكون نواة لمواسم أخرى تشتهر فيها المحافظة بحسب رئيس بلدية جرش الكبرى المهرجان شهد عرض أصناف عديدة من العنب الجرشي بل إضافة إلى أنواع عديدة من مجففات العنب كالزبيب والخبيصة والمربيات والخل إضافة إلى مشتقات الألبان واللبنة الجرشية ذات الجودة العالية من منتجات المرأة الريفية هذا بل إضافة إلى عروض للمنتجات البيتية الأخرى كخبز الشراك والزلابية وفي زاويتنا الأخيرة نتوقف بلا تعليق مع هذه المشاهد واللقطات الغشيات الغشيات الغتيرة لفتركة إضافة للمنتجات المحافظة المترجم للقناة